السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرة أذكار أغلى من كنوز الدنيا كلها فحرس على أن لا تفرد فيها أبدا مهما كان السبب لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم إخوان كرام جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى قال معاد بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله رواه الترمذي وصححه الضالي وطمعا في رد الله رحمته نقدم لكم عشرة أذكار ورد فيها أجور عظيمة ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعن جميع من يقرأ هذه الأذكار أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إذ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم ثالثا مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا فقال يا أباه رعي راح ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا قال بلى يا رسول الله قال قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة رواه ابن ماجه وصححه الألباني رابعا عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارض نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم خامسا عن أبي هرينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه سادسا عن أبي ذرين الغفاري رضي الله عنه قال كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ألا أدلك على كنت من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ورواه ابن حبان في صححه سابعا عن أبي هرينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه ثامنا عن عمر بن بيمون رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل رواه مسلم تاسعا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري عشرا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضع وصلى قبلت صلعته رواه البخاري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوين كرام فلنعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل الله وسلم لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحموا وغفر لكل من نشر هذا المقطع لا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله اشتركوا في القناة